السلام عليكم وهلوهلوه يا مساء السعادة والهنة والجمال وكل حاجة حلوة على أحلى أمارات وحشتوني جدا 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 يارب تكونوا دايما في سعادة وفي راحة بالو فيهنة يارب واللهما أمين وأهلا بيكم النهاردة في نفس المعاد معنا فيديو جديد سيدة جزائرية زي ما انتوا دايما بتطلبوا وبتحبوا تتفرجوا على السيدات العربية اللي بنحس منها كده شوية روح مننا حتى لو هي في دولة في الخارج بره لكن بنشوف التوتش العربي بيبقى موجود كمان في لمسات البيت نهاردة الفيديو يكون لذيذ قوي هنعيش معاها تفاصيل روتين بتاعها ترتيبات في البيت وتنظيمات ونشوف بعض من الروتين الحماسي فمتمنى كده ان الفيديو يعجبكم ويكون خفيف عليكم وتستفيدوا بي ان شاء الله يديكم شوية حماس تنسوش يلا بقى لايك بتاعكم وتعليقكم واشتراككم هتشرف جدا بوجودكم معايا متنسوش السبسكرايب لتحت الفيديو وكمان لو اول مرة تكتبيلي تحليق ما تنسيش تكتبيلي اسمك في الكومنت عشان ارحب بيك في الفيديو الجاي يلا بينا بقى نبدأ كده مع بعض الفيديو بلاش كومنت النهاردة عشان الفيديو قصير شوية فنستفيد بالحماس اللي مع السيدة النهاردة نهاردة هنعيش معاها تفاصيل الروتين بتاعها مشتريات ترتيبات وتنظيمات الفترة دي كده هتلاقوا كم فيديو وربعة بنتكلم فيه عن الترتيب وعن التنظيم وحاجات مشجعة قوي اللي احنا بدأنا في موسم الكسل بدأ الجو كده يتغير وبدأ الواحد يحس ان هو خلاص مش قادر ان هو يعمل حاجة مع ضغوطات والتزامات وفيه دراسة وفيه حاجات كتير قوي فالفترة دي حسن نحنا كسلانين فزي ما انا بدأت شوية نشاط كده عندي في البيت واخلص شوية حاجات حبيتها ديكم انتو كمان الباور علشان تخلصوا كل الحاجات اللي وراكم يدخل عليكم شيتها تعدوا بقى تتدفوا مبقاش وراكم حاجة تعملوها ربنا قويكم دايما وديكم الصحة والعافية فبنشوف ترتيبات وتنظيمات حقيقي بتكون حماسية لنا قوي انا كواحدة كده لما بكون كسلانا اوعد اتفرج على نوع الفيديوهات دي بحس ان انا كمان عايز اقوم اعمل زيها فاحنا بنشوف تنظيمات حاجات زي ما شفتوا المفروشات مثلا او الحاجات الزايدة عن حاجتها اللي بدأت تحطها تحت السرير في البوكسات او حتى العاب الاطفال اللي بدأت ترتبها بطريقة لذيذة اوي في بوكس وتصنف كل العاب معينة في حاجة لوحدها يبقى الموضوع كمان سهل عليهم يطلعوا كل حاجتهم بسهولة ويقدروا يرجعوها تاني كمان بردن زي ما انتو شايفين كده الروتين بتاعها لتنظيفات قد ايه الموضوع يعني واخداب بساطة اللي مساعدها على فكرة على ده ان المكان نفسه مريح المكان نفسه ما بهوش حاجات كتير اوي محتاجة منها مجهود يعني مجرد ان ايه نظفت الكنب شايلت مثلا السجاد نظفت الارضيات الترابيزة اللي عليها ما فيش ديكورات كتير مجرد الترابيزة في النص ويه كمان الترابيزة او المكتبة اللي عند التلفزيون فتحسوا ان الموضوع سهل يعني مجرد بس ان انا هشيل السجادة والترابيزة وازبط الدنيا ونرجع كل حاجة مكانها ما فيش ديكورات كتير ما فيش طابلوية كتيرة على الحيطة يعني حاولوا على قد ما تقدروا الموضوع يبقى خفيف كمان نحط اه لمس الجمال بس بلاش الموضوع يكون اوفر الفكرة اللي بعد كده شريط الليد بس حبيت ان انا انبيكم تاني احنا كنا قلنا الكلام ده من فيديوهات قبل كده حسب معلومة يعني سمعتها من متخصصين في الكهرباء ان بلايش بس نحط شريط الليد على التلفزيون على طول سخونية التلفزيون ممكن تأثر على الكهرباء بتاعت الليد فبعض الشر ممكن يعمل افلة او يسيح السلك بتاع الاضاءة او كده يعني الموضوع بيبقى خطر فلقوا انتوا حابين تحط اضاءة وراء التلفزيون ممكن تسبتوها على الحيطة ممكن على الستند نفسه بتاع التلفزيون ممكن تعملوا استند خشب على الاستند اللي هو المعدن اللي هو ورا وتبدأوا تسبتو عليه الليد بتاعكم فدي كانت من الحاجات اللي كنا نبهنا عليها قبل كده وبنرجع بردو نقول عليها علشان بردو لأماننا ربنا يحبسكم يا رب ويسلمكم اللي عجبني فيها كمان اهتمامها بزي ما بتعمل لمسات تغيير في بيتها تغير كمان على قد ما تقدر في ألعاب بالنوتاتها زي ما زبطت لهم كده شوية التغيير في الألوان والمقابد وكده زي ما بنشوف الأفكار بتاعت السيدات في البيت يعني حابة إن هي تديها اللمسة الحلوة دي واهتمامها كمان بترتيبات سواء بقى الحاجات الخاصة بيهم الملابس أو كمان هنا بالحاجات الخاصة بيها زي الإشارب بتاعها أو الطرحة دايما بنشوف أفكار المنظمات اللي الحقيقي بتسهل علينا وبتنظم لنا حاجات كتير قوي خصوصا الحاجات الصغيرة الموضوع بجد بيبقى صعب قوي في ترتيبه غير لو إحنا استخدمنا بوكس أو حاجة نقدر نحن ننظم فيها أكتر موضوع بيبقى أسهل كتير روتين حماسي كمان برضو ليه الحمام من الحاجات اللي إحنا بنعملها كل يوم والتاني محتاجة برضو اهتمام طول الوقت حقيقة إحنا ما فيش يوم بيعدت علينا غير ما بيكون ورانا حاجة يعني دايما بنقول كده شغل البيت مش بيخلص بس الأهم من ده كله أني دي بس تحاولي تشجعي نفسك قسمي المهام عليك خلال الأسبوع وكل يوم لو تعملي حاجة بسيطة بس هتلاقي الموضوع يبقى أسهل إن شاء الله بإذن الله فشوفته طبعا اهتمامها بقى بالحوض مثلا تحط الكربوناتو والخل دي برضو من الحاجات المهمة عشان ما يبقاش فيه روايح مش لطيفة في الحمام أو في المطبخ طبعا بنشوف الآخر لمسات ديكورات بتكون لذيذة أو زي ما تقدروا تحطوا الهندووش مثلا أو لو في المطبخ بتحطوا الصبون بتاع الأطباق في بوتل زيكون شكلها حلوة تديكي برضو ديكور في نفس الوقت وبردو سيدة مختلفة عن أي سيدة احنا ممكن بنشوفها يعني زي ما قلنا ما فيش ديكورات كتيرة في الحمام برضو الحاجات الأساسية بتاعتنا بس بنحطها بطريقة بتكون لطيفة كمان هنا برضو الجزء بتاع اللاندري الغسالة بتاعتها وهي مجموعة من الرفوف اللي بدأت تتنظم عليها كل الحاجات اللي بتستخدمها في الغسيل كان برضو من جزء من الترتيبات بتاعتها في الروتين نكمل معاها بقية التنظيمات بتاعتها كمان وكان هنا من جزء من الروتين بتاعتها خصصت وقت ان هي تنظم وتنظف الدرج بتاعة المعالم طبعا انتو شايفين هي بتستخدم المنظمات الاكليريك اللي بدأت ان هي تزبط الدرج بتاعها حسب المساحة بعدد قطع معين لحد ما هي تزبط الدرج كله وبتبدأ ان هي تروس كل الادوات طبعا في خمات مختلفة هنا هنشوف ده اول تنظيم لها الاستخدام ده وفي منظم تاني اللي هو الخشب حسب بقى الحاجة اللي انتو بتقدروا توفروها حسب الحاجة اللي هتتوافر او تتوافق مع المساحة اللي عندكم حسب حاجات كتيرة قوي وعمل كتيرة قوي تقدروا ان انتو تشتروا منظمات مختلفة ففي خمات كتيرة زي ما انتو شايفين تقدروا ان انتو تنظموا بيها حاجة زي كده معالق وشوك وسكاكين بتبقى كتيرة فبتقدروا ان انتو تنظموها بشكل افضل يبقى سهل برضو علينا بالطريقة دي روتين برضو تنظفات للتلاجة يعني حبيت اجيب لكم روتين شامل لها لكل حاجة موجودة هي ما شاء الله عليها كده في منتهى النشاط فبجد تديك حماس انت كمان عايزة تقومي تخلصي وترتبي وتنظمي وتنظفي وتعملي كل حاجة نوصل لي الوضع المريح اللي بيكون في الاخر عجبني هنا برضو استخدامها لفكرة برضو حاجة تكون سهل علينا اكياس اللي تقتروا ان انت تقفليها وتفتحيها بسهولة وتستخدميها كمان كزا مرة بدت ان يتقطع انواع الخضرة بتاعتها وكمان المشروب تبقوا جاهزين على طول على الاستخدام وتحافظ عليهم فيه الاكياس دي في التلاجة برضو ده يعني بيبقى حاجة لذيذة اوي ان يكون عندك حاجات جاهزة في التلاجة او في الفريزر على طول على الاكل في الوقت الدايق فده كانت برضو من ضمن التحضيرات بتاعتها سيدة النهاردة يعني كانت بجد مليانة من النشاط يارب تكون عجبتكم ويكون الفيديو كده كان خفيف ولطيف وظريف تكون اخدتوا بعد الحماس انتو كمان تقدروا تنجزوا كل حاجة وراءكم ربنا يقويكم ويديكم الصحة والعافية احلى امريات ويا احلى اخوات احبكم قد الدنيا كلها وبشكركم اكيد طبعا لو وصلتوا لحد هنا يا ربي دايما كده عند حسن ظنكم بس ما تبخلوش علي بقى قبل الفيديو ما يخلص باللايك الجميل بتاعكم وتعليقكم واكيد طبعا اشتراككم لو لسه ما نضمتوش لأحلى عيلة في الدنيا ونتقابل بكرة على خير فيديو جديد افكار جديدة سيدة جديدة ناخد شوية افكار عشان نحاول نخلي بيتنا دايما في افضل صورة باذن الله شوفكم على خير الفيديو الجاي امراتي وسلام